من حيث لم يتوقع أحد جاء الهجوم مباغة وصادمة كل شيء في هذه العملية كان غير مسبوق فلأول مرة يتم استهداف مؤسسة إعلامية بهجوم مباشر داخل مقرها ولأول مرة أيضا يتمكن المهاجمون من تنفيذ عمليتهم والفرار بسهولة كانت الصدمة قوية لم يخفيها الرئيس الفرنسي الذي أكد أن الأمر يتعلق بعملية إرهابية هناك عمل في منتهى الوحشية جرى اليوم هنا في باريس لقد استهدف صحيفة وهذا يعني استهدفه حرية التعبير واستهدف صحفيين يريدون الدفاع عن أفكارهم ويمارسون حرية تحميها الجمهورية هناك رجال الشرطة أيضا يحمونهم لقد قتل صحفيون ورجال الشرطة بطريقة دنيئة مثل الحادث تحديا أمنيا كبيرا اجتمع الرئيس بوزرائه وبقادة الجيش والأمن والاستخبارات واتخذ القرار برفع حالة التأهب الأمني إلى أقصى درجاتها تزامن ذلك مع حديث عن قصور أمني تمكن عبره المهاجمون من تنفيذ عمليتهم في قلب باريس لكن الوقت ليس مناسبا للحديث عن الثغرات الأمنية والخلافات السياسية يقول جل السياسيين فاللحظة هي للوحدة الوطنية هذا عمل ضد الحرية وحرية التعبير والصحافة في قلب قيم الجمهورية ونحن يجب أن نتصرف بشكل موحد بغض النظر عن حساسياتنا السياسية رغم الغموض الذي أحط بالعملية وجهت أصابع الاتهام بشكل غير رسمي لمجموعات متشددة فجريدة شارلي إبدو تعرضت لتهديدات كثيرة خاصة منذ أن نشرت رسوما ساخرة من الرسول صلى الله عليه وسلم اتهامات قد تجعل الجالية المسلمة من جديد مطار شبهات وتوجس أيام صعبة على الأرجح تنتظر المسلمين في فرنسا عليهم من جديد أن يثبتوا براءتهم من الإرهاب وأن لا علاقة لهم بهذه الأعمال من قريب ولا من بعيد وتلك مهمة غير يسيرة في ظل تنامي مد اليمين المتطرف في كل أوروبا محمد البقالي الجزيرة باريس لقد قتل صحفيون ورجال شرطة بطريقة دنيئة مثل الحادث تحديا أمنيا كبيرا اجتمع الرئيس بوزرائه وبقادة الجيش والأمن والاستخبارات واتخذ القرار برفع حالة التأهب الأمني إلى أقصى درجاتها تزمن ذلك مع حديث عن قصور أمني تمكن عبره المهاجمون من تنفيذ عمليتهم في قلب باريس لكن الوقت ليس مناسبا للحديث عن الثغرات الأمنية والخلافات السياسية يقول جل السياسيين فاللحظة هي للوحدة الوطنية هذا عمل ضد الحرية وحرية التعبير والصحافة في قلب قيم الجمهورية ونحن يجب أن نتصرف بشكل موحد بغض النظر عن حساسياتنا السياسية رغم الغموض الذي أحط بالعملية وجهت أصابع الاتهام بشكل غير رسمي لمجموعات متشددة فجريدة شارلي إبدو تعرضت لتهديدات كثيرة خاصة منذ أن نشرت رسوما ساخرة من الرسول صلى الله عليه وسلم اتيامات قد تجعل الجالية المسلمة من جديد مطار شبهات وتوجس أيام صعبة على الأرجح تنتظر المسلمين في فرنسا عليهم من جديد أن يثبتوا براءتهم من الإرهاب وأن لا علاقة لهم بهذه الأعمال من قريب ولا من بعيد وتلك مهمة غير يسيرة في ظل تنامي مد اليمين المتطرف في كل أوروبا